العديد من وسائل الإعلام الدولية اتهمت النظام التركي باستغلال فيروس كورونا لتبادل شحن الأسلحة والمعدات العسكرية مع عدة دول بحجة إيصال مساعدات طبية طارئة وفي هذا الإطار كشف تقرير لصحيف الديلي مافريك الجنوب إفريقية وصول ست طائرات عسكرية للنظام التركي أقلعت من أنقرة إلى العاصمة كيب تاون تحمل شحنة متواضعة من الامداتات الطبية على متن طائرة واحدة فيما وصلت الباقية فارغة ووفقا للصحيفة فإن الطائرات الفارغة عادت محملة بالمعدات العسكرية لتكشف زيف مزاعم النظام في تقديم المساعدات الطبية لعشرات الدول لوقف انتشار فيروس كورونا فيما تستغل أنقرة ذلك لأهدافها الضيقة ساعية لتسلح مرتزقاتها في ليبيا وإيصال الإمدادات العسكرية لفصائلها الإرهابية في مناطق التي تحتلها من سوريا بدوره أدل الخبير العسكري هالمودر أمار هيتمان بتصريحات لصحيفة ديليم أفريق أوضح فيها أنه من الممكن أن تكون هناك محركات ورؤوس صواريخ ضمن المعدات العسكرية التي تحملها طائرات النظام التركي وأضاف هيتمان أن النظام التركي يمتلك مكتب تصميم صواريخ في جنوب أفريقيا وإنه من الممكن أن يتم تصنيع الجزء الأول من الصواريخ التي سيتم إنتاجها في كيبتاون من جاتها رجح الصحفي التركي لفاند أوزغول أن النظام التركي ربما يكون قد اشترى مثل هذه الصواريخ لتسليمها لحكومة الوفاق في ليبيا وتعد جنوب أفريقيا إحدى الدول التي تعارض تدخل تركيا في ليبيا وسبق أن حذر رئيسها سيرير رمافوزا النظام التركي من إرسال أسلحة وقوات إلى ليبيا